لانه الله احنا بتكشف هقاية خلينا اروح لموضوع مهم جدا احنا جاهزين بالفيديوهات بتاعتنا عاصف خالد عندنا مفيش ورقة بيهم عندي للأسف خلينا خلينا نزبط وقول لي بس ده موضوع مهم جدا اولا بس عايز انتوا عارفين اننا واضح وصريح معاكم وبحترمكم جدا وانتوا دايما في جراسي فانا عايز اعتذر ووجه اعتذار للسيد المحترم مقرم محمد احمد رئيس المجلس الاعلى للاعلام وكل اعضاء المجلس لان انا خرقت عن شعوري بالامس وتلفزت ببعض الالفاظ ما كان لي مهنيا ان اتلفز بها وانا اعلم جيدا ان المساق الاعلامي يمنعني من تلفز بمثل هذه الالفاظ فكان لابد ان يكون لدي من الشجاعة ان اقف متأدبا امام استاذي الاستاذ مقرم محمد احمد واعتذر له لانه هو يعتبر رب الاسررتي ورب المهنة فانا باعتذر له بصفته وباعتذر له كاستاذ باعتذر له كاستاذ وشيخ للمهنة ولينا جميعا وزي ما قلت لكم انا شغل الشاغل اني لا اتمنى ان اقف امام استاذتي مذنبا وظن ان المجلس الاعلى للاعلام يضم ناس اصحاب افضل علي بعض الله عز وجل مثل الاستاذ محمد العمري نائب رئيس المجلس ورئيس مجلس ادارة وكانت وشركة صوت القاهرة للصوتية والمرئيات واخرين كلهم قامات وقمم محترمة فانا باعتذر للاستاذ مكرم محمد احمد وباعتذر لكل اعضاء المجلس وصديقي المحترم الامين العام الاستاذ احمد سليم وكل المجلس متمثلا في انه رمز للاعلام المصري على ما بدر مني من الفاظ وما كنت اتمنى ان اقولها ولكن اجبرت عليها كمان عايز اعتذر لاستاذ الفاظ الاستاذ المحترم عمنا وخلنا وشيخنا الاستاذ فاغمي عمر رئيس لجنة ضبط الاداء الاعلام الرياضي وكل اعضاء اللجنة لان بصراحة يعني الاستاذ فاغمي عمر مربي اجيال وعضاء اللجنة كلهم اسد زيتي وكانوا رؤساء اقسام علي في الصحافة وكم لامني بعضهم لوما كثيرا على اني مشيت وراء عاطفتي دون ان اضبط نفسي بالشكل اللائق فانا اخذت على عاتقي ان اعتذر لهم اليوم ولكن عايز اقول على حاجة يا جماعة وكلامي موجه للاستاذ مكرم محمد احمد ومجلسه الموقر وللاستاذ المحترم فهمي عمر ولجنته الموقرة عايز اقول لكم على حاجة عندما يفيد بك الكيل وتسبب ابوك وامك فماذا تجد؟ اقول اكثر من اللي انتو اتشوفوه انا بعد الهوى مبارح اتصلت بالاستاذة سميرة الدغيلي وبحترمها جدا 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 اقول لها حضرتك فجأتيني على الهوى بالهديتين دول يعني انا عايز اعرف ما الذي دفعك لذلك الشعب المصري كله بيسأل ايه اللي دفع حضرتك انك تعمل ده رغم انك انت دايما حريصة على ان احنا تخلينا ملتزمين بالمساق وحريصة على انك بدك تعليمات بعدم التجاوز وحريصة باحترام المجلس الاعلى احترام المجلس الاعلى للإعلام وحريصة جدا على احترام لجنة ضبط الاداء الرياضي الاعلامي وحريصة على المساق الاعلامي وعلى نقابة الاعلاميين اللي انا بعتزر ليها كلها برئاسة استاذ الفاضل الاستاذ حمد القنيسي وكل الناس اني ناس تكلمني تعتبني لاني انا لا ابحث عن شو ولا ابحث عن فرقاء اعلامية على الفاضي وانا عندما اعتذر لأسد زيتي انا متحمل للمسئولية لاني فاضة بين الكيل فقالت لي كلمة قالت لي انا ابعتلك ثلاث فيديوهات زيح ام على الرأي العام وقل لهم لو حد يرضى الاخته مثل هذه الاهانات ومثل هذه السقاطات ومثل هذه التجاوزات يرضاها لسمير الدغيدي انا لما بعدت الهديتين والب الرأي العام رأسا على عقب كنت في حالة حزينة جدا وكان لابد اننا ارد لاني دي كرمتي واسمي وصمعتي وهذا الرجل يقذف بلسانه ويهتك بالسب والقصف اعراض المسلمات المحصنات المؤمنات المحترمات الصادقات امثل سمير الدغيدي فقالت رسالة على لسانك قولها للناس كلها قبل ما اتزيع الفيديوهات واكد عليها بعد ما اتزيع الفيديوهات لو اي واحد فيكم يرضى ده الاخته سمير الدغيدي موافقة على اي قرار ممكن يتخذ لو اي حد يرضى البنته لو اي حد يرضى الزقته يا جماعة اضبؤونا احنا اولا ولكن اضبؤوا الاخرين امسكوا على يدي الجميع لان لو كنا لقينا ضبط وربط مع اللهنونة كان ممكن ما نشوفش المنظر اللي حصل انبارك على الاتسي اللي انا باعتذر عليها لشيوخي واسد زيتي في المهنة لانهم يهموني جدا وما كنت اتمنى اني اتلقى اتصالات من قمم منهم النهاردة يعاتبوني عتابا شديدا وعلى فكرة انا اخذت على اعتقي اكراما ليهم لاني كلامهم كان زي السيف استاذك لما يكلمك زي ابوك ولما يقول لك انت غلط لازم تعترف وتقول لنا اسف انا اوريكم اول فيديو معنا يا سيد خالد اول فيديو معنا اول فيديو معنا اه تلت فيديوهات بعثتهم الاعلامية الكبيرة الاستاذة سميرة الدغيدي للرأي العام المصري وللمجلس الاعلى للإعلام وللقنة طبط الاعلام والاداء الرياضي ولنقابة الاعلاميين اذا كان يرضيكم مثل هذه الاهانات فهي راضية بايق اذا كان هذا يرضيكم ان هذا الرجل الشتام السباب اللعان يقزف المحصنات المسلمات بهذا الشكل دون رقيب ودون واعز وانا باعتذر لحضرتك يا سيد مكرم على اللي انا قلت وباعتذر لحضرتك يا سيد فهمي وباعتذر لحضرتك يا سيد حمدي والاعضاء المجلس الاعلى والاعضاء لجنة طبط الاداء الاعلام الرياضي ولنقابة الاعلاميين عايز اقول لكم ان احنا سلكنا الطرق الشرائية ومع كل فيديو من دولة كنا بنبعد بدل الشكوى عشرة حتى فاض بين الكيل فيعز علي جدا ان النهاردة الاستاذ المحترم اللي انا بقدره جدا صديقنا العزيز الصحفي في الاخبار ورئيس لجنة تلقي الشكاوى في المجلس الاعلى للإعلام يطلع ويقول اول رد للاعلى للإعلام على وقعة هدايا رئيسة اللي تسيل مرتضى منصور وتقوم الدنيا ولم تقعد على ست كل ما فعلته انها اخذت حقها وبعتت رسالة لها معاني كثيرة جدا لكي تنتفض لاسمها وكرمتها وصمعت بيتها وزوجها ست بتستثمر باموال حلال وفتحة اكتر من تمنمائة بيت بمعنى الكلمة ولو عايزينكوا شوف الموظفين ابعتها لكم برنامج كورد بلدنا وحده فيما يقرب من متين مراسل ومعد وموظف القناة فيها ما يقرب من تمنمائة موظف بيقبضوا كل يوم واحد من أموال حرة وحلال وشريفة ست استثمرت في الإعلام ونجحت وأصبحت قناتها ذات صمعة وصيط حسن يشار لها بالبنان لما لقعنا لكم بعض الله سبحانه وتعالى الكل تمادى في سبنا وفي شكمنا جنالكم لغاية مكاتبكم اترجناكم وقلنا لكم نرجوكم وإحنا النهاردة كنا أصحاب حق وبنقول لكم بكل قرأة لدينا من القرأة إن إحنا نتحمل المسؤولية أيا كان العقاب لأننا كل همنا أن نكون في سرب المؤسسات في سرب الالتزام ولكن هناك خطأ فادح وقع فيه الآخرون في حقنا في سب لبتنا وماتنا لبتنا اللي في القبور اللي ولدت رجالة عليك أن خاطر تحمل أسميها بشرف وبأمانة مش تحمل أسميها عكا تأرها وتحمل أسميها عكا تترك آباءها تتهان في قبورها ما كان لنا لنحيا رجالا محترمين إلا من ندافع عن كرمتنا وعن نسائنا أيوة خرجنا عن النص ولكن ونحن نعتذر لكم نثبت أننا نعتذر لقامات ولأسجزة محترمة نعتذ بها وبنقول لجنة الشكاوة اللي بتقول اجتماع طارئ علشان خاطر سميرة الدغيدي وهدايا سميرة الدغيدي لمرتضى منصور والعديد من الأخروقات التي تستدعي عقوبات صارمة نستحلفكم بالله إنكم تتقوا الله فينا وفي غيرنا وإنحنا ما نكونش كبش في دا الحد لإنحنا اشتكنا كتيرا كتير جدا ومحد السأل فينا لو أن سميرة الدغيدي معزرة هي ابنة لمقرم محمد أحمد أو أخته كان سيسمح بأن يسبها مرتضى منصور بهذه الخروجات وهذا الكلام الغير لائق والسب الذي وصل لهدك الأعراض بالفم وبالسب والقسف لو أنها أخت للأستاذ حمد الكنيسي أو ابنة للعظيم فهم عمر أي عقوبة ممكن أن نتحدث عنها ونحن نرى كرامتنا كل يوم بتتجرح وتخدر دون رقيب من شخص اسمه مرتضى منصور مباح له أن يسب في كل القنوات بما فيهم التلفزيون المصري مع زمينا الأستاذ كريم أسل شعاتة في برنامج كل وكل يوم حتى التلفزيون المصري سبنا فيه ولعنا فيه وشتمنا فيه بالإضافة إلى السب اليومي على قناة الحدث اليوم وصديق المحترم الأستاذ طارق سعدة وكيد نقابة الإعلاميين يخرج علينا بالأمس ليعطينا درسا ويقول على الذين تجاوزوا أن يتحملوا مسؤوليتهم أمام القانون أين كنت وأنت تعزنا بالقانون يا أستاذ طارق يا محترم يا دكتور يا صديق العزيز يا وكيل النقابة والقناة التي تعمل فيها مفتوحة هواها طوال الليل لسب سيدة محترمة لم تقترف زنبا ولم تجني شيئا إلا أنها عملت بمهنية وربحت بالحلال وتعاملت مع الرأي العام بأمانة ورفضت التعامل بشكل غير قانوني تحت التهديد وتحت الإرهاب بكلمة حبت أقولها لحضرتكم من قلبي وليكن ما يكون ولعلها حلاءة أخيرة في كورة بلدنا لأنني ربما أوقف مدى الحياة أو أي وقت أو أي شيء عندما يتحدث أساتذتي فأنا على الرحب والسعى لقراراتهم وأحترمها كاملة وأحترم مؤسسات الدولة ولكن لتضحق بعبد الناصر زدان إذا كانت تضحية به ستطبق الحالة الإعلامية ولكن عليكم أن تطبقوا الآخرين وأن يكون المئيار عادلا وأن لا يكون هناك مجاملة في القرار أيا كان وأنا كذا مرة أستغيث بالله وبالأستاذ فهمي عمر وأقول له أستاذ فهمي أنت ولقنتك المؤقرة اللي فيها أسد سعظام أرجوكم اعملونا مؤتمر إحنا مش عارفين تفاصيل المساق اعتبرونا في كل ما قدمنا تجاوزنا وادعونا لورشة عمل وادونا المساق نحفظه وعاقبونا واقطعوا رؤوسنا بعد أن تعلمونا أين الصح وأين الخطأ ولكن أنتم تركتمونا تعاقبونا دون أن نعرف لماذا العقاب وتقولون نبرافو من غير ما نعرف إحنا كنا صح ولا لا مش أنتم الغلطرين إحنا مش لقيين حد يعلمنا ده أنا قلت للأستاذ أشرف محمود وللأستاذ محمد سيف وللأستاذ عادل ماهر وكل أساتذة الأجلاء في لجنة طبط الأداء الإعلامي أرجوكم ادعونا لورشة عمل أرجو الأستاذ فهمي عمر والمحترم الأستاذ جمال شوئي أنهم برجع الخرقات يقولوا هاتوا المزعين وادوهم فرصة أخيرة وقولونهم يا جماعة هذا هو الخيط الأبيض وهذا هو الخيط الأسود من الصح وبعد كده لابد لكل إنسان أن يتحمل مسؤولياته وليكن العقاب بعد ذلك فصل تام من المهنة وليس عقوبة إيقاف ثلاثة أيام ولا خمسة أيام ولا إسبوع ولكن علمونا الأول علشان كده حبيت أقول الكلمتين دولة بكل أمالة قبل اجتماعكم بكرة أنا وغيري بتكلم باسمي وباسم كل زميني ادعونا لورشة عمل ادعونا المؤتمر اعملوا مؤتمر لتدعمه الدولة لكل مزعين التكشور الرياضي لكل المزعين الرياضيين وإحنا معنا قيمة وقامة اسمها الخال العظيم فهمي عمر ويعمل لنا محاضرات ورش ويبى الحضور إكباري وفي النهاية يمنح المزيع شهادة بأنه اكتاز اختبار نساق العمل الإعلامي لكن يقعد هنا لو ألولوا اغلط يقول أقعد في بيتنا قبل مغلب لكن أقسم لكم بالله أنني أتحدث عن نفسي حتى لا يتهمني زملائي أني أنا اتكلمت على رسانهم أنا ما أعرف حاجة عن نساق العمل الإعلامي غير أننا لازم ألتزم بإيه مش عارف أنا بقول لكم عن نفسه والتزمت قدر المستطاع ولكن فاض بنا الكيل فخرجنا عن النص وأعلم جيدا أننا خرجنا عن النص حتى لما تعقبت قبل كده ثلاث مرات أنا اشتكيت وتظلمت لأن عقوباتي في الثلاث مرات من وجهة نظري ظالمة ولكن لما كلمت أسدزتي قالوني لأ تدي كذا ودي كذا ودي كذا حتى لما تعقبت على كلمة بهلول كان في غيري بيسب لي عنده كل يوم ميتسب وأنا تعقبت على كلمة بهلول وغيري بعت له إنذار وتوقفت شهر على كان فيديو فيديو زعته للمحترم فرج عامر وفيديو زعته المرتضى منصور أيام أزمة الكاس ده التصريح ده التصريح واللفزين اللي خرجوا كان عليهم سفارة وقلت يا جماعة اللفزين عليهم سفارة توقف ليه شهر ومع ذلك نفست فأرجوكم دائما وأبدا ربنا سبحانه وتعالى قال لمحمد اقرأ علمونا قبل العقاب لأن التعليم أهم كثيرا من العقاب وبعد كده عقبوا زي من تعيزين ولكن أنا لا أستجديكم ولا أسترحمكم وإنما أقف أحس بشيء من الخزي أمام أسدزتي لما يكلموني ويقولولي إن تغلق ولازم تعتذر للرأي العام عما بدر منك من ألفاظ فما ينفعك أسدزتي يقولولي ده ومعملهوش ولكن اللي في ألبنا قلته ومتقبل العقوبة أيا كانت ولكن لأتحمل وحدي المسئولية كاملة بعيدا عن الإضرار بالقناة أو العاملين فيها وأنا على أتم الاستعداد لتنفيذ أي عقوبة ومتحمل كافة المسئولية شكرا جزيلا